نحن النهاردة عن انه النادي الاهلي ناوي يجيب اخصائي نفسي جديد اسمه عماد فاروق عماد فاروق دا كان بيلعب كرة طائرة في النادي الاهلي وهشرح لك الحكاية هشرح لك الحكاية لان كان عنده دكتور احمد ابو الوافة ودكتور احمد ابو الوافة طبيب نفسي ومشي من النادي الاهلي يعني ما كانش متفقين اوي هو ومرس الكر عماد فاروق بقى ايه حكايته عماد فاروق دا كان بيلعب كرة طائرة في النادي الاهلي واخد دراسات في علم النفس واخد دراسات في علم النفس كأخصائي نفسي ولكنه ليس طبيب نفسي هو اخد دكتوره هو بقى في علم النفس بس مش دكتور هو أخصائي نفسي هيبقى موجود في الجهاز الفني لمارسل كولر وقعد مع مارسل كولر كتير كانوا اخد دراسات كتيرة كمان في السوسرا و ألمانيا والأماكن دي فواضح أنه كان فيه تواصل جيد بينه وبين مارسل كولر هو راجل أكاديمي جدا وبيحب النادي جدا وحسن ما عرفت أن الراجل ده اللي هو عماد فاروق لما يتم الاعلان رسميا عن تواجده في الجهاز الفني للنادي الأهلي مش هيتم وصفه بالأخصائي النفسي هتقول لي يعني هقولك لسه دي نقص يعني الاعلان الرسمي بتاع الاهلي هيبقى ليه طايتل تاني الراجل ده عماد فاروق مش أخصائي نفسي ونرجع هنا بقى للنقطة الأصل إحنا ليه يا جماعة طول الوقت القليل من فكرة إن إحنا يبقى عندنا أخصائي نفسي في الفرق بره فيه كتير قوي يعني كل الفرق والمنتخبات إحنا برضه لسه عندنا تحفظ تحط رجل وترجع رجل تحط رجل وترجع رجل وكباب بتتعاملش معها إنها من الأسيات إنت بتتعامل معها إنها من الفراعيات إنها ممكن تتحطي يعني حتى الأهلي اللي هو كان عنده الريادة في الأمر ده في الفرق المصرية من زمان من عمان والجزيه يجيب طبيب نفسي بقى كي يمشي طبيب نفسي ما يجيبش تاني يقعد عدد من السنوات ما عندهش طبيب نفسي يجيب طبيب نفسي تاني يقعد شوية ما عندهش طبيب نفسي رح رايح جايب بواحد تاني أخصائي نفسي يعني برضه إيه مش اللي هو الأهلي شايفها ضرورة لازل تبقى موجودة في أي جهاز فني لا ساعات ساعات بس على الأهل الأهلي بيعملها كل أنداء اللي في مصر مفيش مش خالص لأنداء ولا منتخبات ولا الكلام ده خالص ما يعدوش من جنبنا فجحكي طيب